نعم. في اكتر من واحدة دكتور بتصحرات عن جرسومة المعدة. ما بتتحلش معها. جرسومة المعدة زي ما قلت لحضرتك اسرع جهاز لجرسومة المعدة. نص كباية مية سخنة قبل الاكل. والله العظيم والله العظيم. نص كباية مية سخنة قبل الاكل. كاني باشرب شاي. مية سخنة اتغلق. مش قادرة تشرب مية سخنة تضع لها ينسون. حلبة كراوية ارفة كاركدي من غير سكر. نص كباية سخنة من غير سكر قبل اي اكل. نص كباية مية سخنة قبل اي اكل من غير سكر لمدة اسبوع اتنين تلاتة مش هتلاقي الهليكوباكتر خالص. سهلة وبسيطة وجميلة. خلاص? وكل اللي بيعالج المعدة بيعالج الهليكوباكتر. يعني العرقسوس. معلقة العرقسوس في ربع كبات ما هي سخنة بسرعة 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 اشربها. ها? بتعالج الهليكوباكتر. اي ميوسلج بزرقتونا. ها? اي ميوسلج. طبعا لو الاصابة شديدة جدا يبقى لازم اخد حاجة تقلل الحموضة وتعالج الميكروب. لكن اوعا اوعي تعتمدي على علاج الهليكوباكتر بقيت عمرك. خدت العلاج السلاسي. هليكيور ومش في لك ايه وايه وايه. وبعد اسبوعين رجع التاني. وبعد اسبوعين رجع التاني. اوعي. خلاص كده الميكروب بقى شارس وما فيش اي اي دواء يجيب معاني. العلاج في المناعة الداخلية. المناعة الداخلية بدي نص كبات ما يسخنة او عليها ينسون او حلبة او كراوي او كركديا او او من غير سكر. من غير سكر قبل اي اكل. جرب دول وقل لي. عاوز احلى من كده. حط عليها معلقة زيت زتون معلقة عسل ناحل صغيرة ومعلقة خلق. قبل اي اكل على ربع كبات ما يسخنة. سهلة. سهلة جدا. خدنا لضبط السكر خمس حاجات قلنا عليهم. ها? معلقة حلبة طرية. بقول طرية يعني عليها ما يسخن. معلقة كزبرة. معلقة بصل مبشور. ها? طبع صلات الخضرة. حطوا ده لكبات زبادي. وكلوا قبل الاكل. ولد بنت راجل كبير ست. تاخد الوصفة دي قبل اي اكل. بتساعدك في ضبط السكر ده نصام غزة.